اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله 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 صفة الصلاة يسن للمسلم إذا أتى المسجد أن يأتيه بسكينة ووقار ثم يقدم رجله اليمنى في الدخول قائلا أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك يتوجه المصلي إلى القبلة وهي الكعبة أينما كان بجميع بدنه قاصدا بقلبه فعل الصلاة التي يريدها من فريضة أو نافلة ولا ينطق بلسانه بالنية لأن النطق باللسان بدع لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بالنية ولا أصحابه رضي الله عنهم ويسن أن يجعل له سترة يصلي إليها إن كان إماما أو منفردا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يكبر تكبيرة الإحرام قائلا الله أكبر ناظرا ببصره محل السجود يرفع يديه عند التكبير إلى حذو منكبي أو إلى حيال أذني يضع يديه على صدره اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ سورة الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ويقول بعدها آمين جهرا في الصلاة الجهرية وسرا في الصلاة السرية ثم يقرأ ما تيسر من القرآن يركع مكبرا رافعا يديه إلى حذو منكبي أو أذنيه جاعل الرأسه حيال ظهره واضعا يديه على ركبتي مفرقا أصابعا ويطمئن في ركوع ويقول سبحان ربي العظيم والأفضل أن يكررها ثلاثا أو أكثر يرفع رأسه من الركوع رافعا يديه إلى حذو منكبي أو أذنيه قائلا سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو مفردا يقول بعد رفعه ربنا ولك الحمد ويستحب أن يضع كل منهم يديه على صدره كما فعل في قيامه قبل الركوع لثبوت ما يدل على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث وائل بن حجر وسهيل بن سعد رضي الله عنهما يسجد مكبرا مستقبلا بأصابع رجليه ويديه القبلة ضاما أصابع يديه ويكون على أعضائه السبع الجبهة والأنف واليدين والركبتين وبطون أصابع الرجلين ويقول سبحان ربي الأعلى ويكرر ذلك ثلاثا أو أكثر ويكثر من الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم وقوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء يرفع رأسه مكبرا ويفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى ويضع يديه على فخديه وركبتي ويقول رب اغفر لي وارحمني وارزقني وعافني واهدني واجبرني ويطمئن في هذا السجود حتى يرجع كل فقار إلى مكانه كاعتداله بعد الركوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل اعتداله بعد الركوع وبين السجدتين يسجد السجدة الثانية مكبرا ويفعل فيها كما فعل في السجدة الأولى ثم ينهض مكبرا قائما إلى الركعة الثانية معتمدا على ركبتي إن تيسر ذلك وإن شق عليه اعتمد على الأرض بيديه ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن بعد الفاتحة كما سبق في الركعة الأولى ثم يفعل كما فعل في الركعة الأولى فإذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشا ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى ويقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة وينظر إليها ويحنيها قليلا ويحركها ويقول سرا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله ثم ينهض في المغرب والرباعية مكبرا ويرفع يديه ويصل الباقي كذلك إلا أنه يسر ويكتفي بالفاتحة فإن زاد فلا بس ثم يجلس متوركا في التشاهد الأخير يفرش اليسر ويخرجها عن يمينه وينصب اليمنى وإليته على الأرض ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما ثم يتشهد التشهد الأول ويزيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم يسلم تسليمتين فيقول السلام عليكم ورحمة الله ووجهه ملتفتا عن يمينه ثم مثلها عن يساره ويجب الاطمئنان في سائر الصلاة ترجمة نانسي قنقر